بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك أرحم الراحمين نمضي وإياكم في أول يوم من أيام رمضان في سلسلة عنوانها كان خلوكه القرآن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه العطرة وكيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أصحابه ومع الناس بأخلاقه وسلوكه إماما ومعلما يوم نتناول الخلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأمانة والنبي صلى الله عليه وسلم وعرف بها قبل البعثة وهو الصادق الأمين ما هي الأمانة؟ الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظ عليها هل أداء الحقوق نعرفها؟ نقول إنسان أن يؤدي ما عليه ولكن أن تحافظ على الحقوق هذا معنى جميل من معاني الأمانة كلنا في التزامات في حياتنا هناك مسؤوليات ملقات على عواتقنا المحافظة على هذه المسؤوليات أمانة أنت في عملك دوامك أمانة وما سلم إليك من مستلزمات في عملك أمانة القلم عند الموظف أمانة إذا أساء استعماله فقد أساء الأمانة المرأة في بيت زوجها المال عندها أمانة الإنسان عندما يكون يعهد إليه شيء في هذه الحياة إذا قصر في أدائه فقد أخل بالأمانة من الذي أمر بالأمانة الأمير هو الله هذا نظام سماوي وتشريع رباني أمر به رب العالمين إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ يَأْمُرُكُمْ الآمير من هو الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إذا أداها الإنسان فهي علامة إيمان للأسف مما نراه في سلوك الناس في هذه الأيام أنه خلق الأمان ضايع متى ما رأيت خلق الأمان ضايع معناته هناك خلل في الإيمان عكس الأمان الخيان النبي عليه الصلاة والسلام قال لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ هذا ما له إيمان ما له إيمان اليوم صباحا سمعت أن الأسئلة مسربة وعلى وسائل التواصل ومبارح بي أيضا في مادة الرياضيات هذا الإنسان الذي سولت له نفسه وصور وسربها هذا الإنسان لا عهد له ولا إيمان له وعلى ذلك فقس كم من إنسان يعهد إليه ولو شيء بسيط يقول له يكون المستخدم وأنه يجيب خياره بندورة يزيد بالسعر المية بساويهم مية وثلاثين والمية وثلاثين بساويهم مية وخمسين ومية وخمسة وسبعين لكن لا أحد حاسس أشياء بسيطة هذا اسمه خيانة 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 الاستعلاء يا لطيف ندخلكم بالتجويد ولكن لها كلها لها معاني الذين يخونون الأمانة هؤلاء لا إيمان لهم لذلك عندما نرى الأمانة إذا أنت بتشوف أمانة في سلوك الناس فأنت تشعر بالأمان الدول الآن والمؤسسات العامة والخاصة تنفق المليارات من أجل إيش عدم وجود الأمانة كاميرات المراقبة بشانشو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عهد إليه بالقضاء في زمن أبو بكر الصديق فتح دار القضاء من الصبح للمساء ما يجي متخاصمين تاني يوم تالت يوم ورابع يوم وخامس يوم وعاشر يوم وشهر وشهرين رجع عطى المفتاح لسيدنا أبو بكر فقال له ما عم يجيني حدا قال له يا أبا بكر قوم دينهم الأمانة كيف يختصمون كل واحد حافظ أمانته الزوجة أمانة لذلك الأمانة ما هي فقط نحن نقول أمانة نقول مستودع الأمانات نظن أنه للجوال والمصاري والله لا الأمانة كبيرة الولد أمانة وتربايته أمانة أنا اليوم شاهدت منظر والله يعني نموزج منه الشباب الله يرضى عليهم آباء أتوا بأبنائهم نجل المسابقة طبعا صلاة الفجر أكثر من مئتين شب الأب قال لي والله أنا عندي دوام يعني ما أستطيع ولكن ولدي أمانة في رغبتي يحب أن يأتي إلى المسجد ويشارك بإيش بالمسابقة هذا أمانة ابنك أمانة زوجتك أمانة هذا الذي يضرب زوجته كذا وبرمضان أنا أتمنى منكم برمضان تكونوا من أهل الإحسان ما يطلع منكم شيء خلي رمضان مميز بهذا العام أنه الناس تحبك رمضان يحسن الأخلاق الإبن أماني والبنت أماني والزوجة أماني الكلمة أماني ألا مول يعني قاعدين نحن وعن نتكلم هذه أمانة أنتوا جايين يجب أن أحضر وأن يكون شيء حتى أنت الرسالة التي ترسلها على الواتساب أمانة هل يبدأ تكون فيها نفع أو الله يحسبك عننا يوم القيامة صلاتك أمانة والذين والذين هم على صلواتهم وحافظون حافظ عليها وصليها وخشوع وهدوء هل الصيام أماني الصيام بدك تحافظ على إيش على الصيام على روحانيته ما تنزع صيامك تفتح لي الفيسبوك يروح بمنظر حرام أو بمشهد حرام الأمانة إلى أنواع أعظم الأمانة أن نعرف أننا عبيد لله نحن شو نحن وما أنا إلا عبد من عبيده ألا نعصيه لا تعصوا الله يا أخوانا الكرام العمر أصير العمر أصير هل صلينا على رجل هذا مبارح كان عايش وعمل برنامج لرمضان هلا بعد نص صعب يصير تحت الترب حافظوا على الأمانة أمانة الدين أمانة الأخلاق يسألوا الله عز وجل أنه يجعلنا وإياكم من الذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون أبسط الأمانة أنه إذا واحد تحط عندك أمانة ترجع له هاي ما لا موجودة الآن يأتي يعطيه ديني يأتي يعطيني حكا لي أحد الأخوان الكرام أمدينه من الألفين وإداعش ديني يجي يجي يجيب له ياهو هل بعد خمس سنين بإيش بقيمتها بهذا الوقت إما يمشي الحال أمانة هاي أمانة الله يجعلنا وإياكم من أهل الأمانة والذين يؤدون الأمانة الأمانة غالي هيك علمونا الأمانة غالي نحن علمونا إذا كنا لقينا فرنك لما كنا صغار هاي مؤلي مؤلي لا لطيف أمانة الزكاء أمانة أديها لأهلها لأخذها كتر خيرك لأجي تأخذتها كل شيء في حياتنا قرأت في تفسير القرطبي قال جمع الله عز وجل الدين والدنيا في أداء الأمانة في قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون العهد بينك وبين الله أماني الصلاة أماني العبادة أماني التربية أماني والذين هم لأماناتهم فسر القرط بالأمانة بالمال أديها ألك عند فلان حق لازم يعطيك يا له تكرم عينك من عيني هاي أبل هاي إن الله وهو الآمر يأمركم أن تؤدوا الأمانة إذا رأيت الأمانة في المجتمع رأيت الأمان خلاص الأمان رزق والله بكسر الها ما رأيت أمينا إلا زاد الله في رزقه نحن كنا نسمع ندور على الأمين متما رأى أمين يسلموا السندوق متما سلموا السندوق إن رأى منه مع أمانته تقوى بزوجه بنته لك شو بدي أحسن من الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين الأمين سيدنا موسى لما رأى شعيب من أمانته زوجه من ابنته لذلك إنت لما تكون أمين أنت إنسان الله عز وجل حيزيد في رزقك أنا أهيب بكل من يسمع وكل من يحضر الدرس أنه يقول برمضان يا رب اجعلني ممن يتخلق بخلوق الأمانة شغلي والله لو كانت إيش لو كانت ذرة مؤلي مؤلي كان يرجع من مكان إلى مكان اختم لكم بيك بقصة صغيرة أحد أخواني الكرام يعني حي يرزق كان في الحج جاء أحد العمال رفع له الشنتاي وكذا حب يكرمه أم أعطاه ريال قال له لا أنا أريد خمسة ريال قال له ما ساويت شيء القصة من ثلاثين أربعين سنة فهو ينزعج هذا الأخ قال له يتصفر حتى يجيبته وصل على المطار فقال أنه يعني كهذا زلم يتعب وأنا ما عطيته لازم كنت عطي الطيارة راحت قال لي أنا من خمسة وثلاثين سنة كل سنة أكلف إنسان هو رايا على الحج لأنه ما عرفه وين هو بعطيه ألف ريال قال له هدول تصدق فيهم في الحرم على مين؟ على نية هذا الإنسان خشة أن يحاسبني الله عز وجل والله هذا الإنسان عنده من المال ما بارك الله في ذريته وذريت ذريته لأنه أدى الأمانة قال للشاطير اللي بنزل على السوء قال أبلغ صيام يأكل بده يدوء ما ممكن الدوء إلا إذا هو قال لك هاي مسامح إذا لم يمسامح بده يتفرج فيك ويخاطبك من وراء عقله قال لك الله لا يبارك فيك هذا الشيء نعم تاكله هذا حرام تبوا أخوانا الكرام الله يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر نلقاكم على صلاة الترويح ربنا تقبل منا بسر الفاتحة